سعودية كيفك بس انت تعرفين تحكين كويتي ولا ما كان مثلت في كل المسلسرات كويتي وانت قاعد في قناة كويتية وبرنامج كويتي فتحك شي ترى ترى اذا يعني انا استغرب يعني انا في شي ملاحظتها قبل فترة طبعا مو من الكل البعض وهذا ينحط عليه قاب قوسين من صارت النهضة الفنية في السعودية صار قبل كان في فنانين يكونون من امهات كويتيات واب سعودي فشنو اول لما كنا نحاجيهم يقول لك لا انت ما الي الكويت اكثر وانا اعتبر نفسي ولد الكويت وانا ما من صارت النهضة الفنية في السعودية وصارت عظيم بشكل مبالغ ما نقول ان لا تعظمون السعودية سعودية احنا نعظمها الكويتيين اوكي قبل السعوديين سعودية دولة عظيمة واحنا نحبها ونفتخر وهي الظهر وهي السند وما حتشالنا بالغزو وقبل الغزو بعد الغزو الا السعودية اوكي ودول الخليج واللي ما يذكر الخير للدول هذي اوكي اللي وقفت معانا طبعا السعودية كانت ارض المعركة لولا هي المنفذ حتى حرير الكويت ما صار واحنا نظل اخوة وجيرة بس انا قاعد حتش عن تصرفات البعض من الفنانين ماشي ما عندنا بس انا استغربت طريقة ليلى يعني انا ما عند يعني صالفة ان كيف هم كل واح يسوي شيء استثناء بس كاهو يا ليلى عندك في فنانين سعوديين نفس ابراهيم الحربي وبدر شعيبي وفي وايد فشوفهم كاهم قاعد يتحكوني كويتي قاعدين يتحكوني كويتي حتى برا الكويت حتى في البرامج السعودية تحكوني كويتي اوكي خلاص لهجتهم صارت ترى مو صعبة عليهم يقولون حقتي ومره وما دري شنو يعني انا الحين لما اطلع وتحكي اللهجة السعودية شمعنا غير قاعد تلصك فيهم اوكي واحد يعتز باللهجة الام مالته يعني مثلا انا امي مصرية لو كنت عايشة بمصر اكد كنت بتحكي مصري معقولة عشان بيصير نهضة عندي بالكويت اروح انا تحتى كويتي وقط بدليات من هنين يوم القيامة ثاني شي الله يهداتش دعوة وانتعاش دعوة عفت تنطقين ليلى الزبيدي عادي يا ليلى وحكت والله العظيم الزبيدي الزبيدي يا لولا ليه كده اوكي حين صورنا ليلى ما نعرف الزبيدي قمنا نقول الزبيدي الزبيدي ومسلسل اختطاف ثلاث عش حلقة ثلاث عش ثلاث عش يلولا ثلاث عش يلولا ثلاث عش اوكي يعني ليش شذي يعني يعني انا قاعد تحتى شوف كاهو براحيم الحربي كاهو بدري شعيبي لن حيت حتشوني كويتي ومفتخرين بلدهم السعودية ومفتخرين في الكويت ومعيشتهم بالكويت والدنيا وده وده طول امرنا ما نتحتاج ان احنا روحنا اه يعني وها وتوا دول شنو فنانين السعوديين بالتأسيس مو بالتجنيس حتى عبد الناصر الزاير حتى عندنا وايد فالتصرف انا اللي شفته ما كان معه ما عجبني صراحة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة